في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رأبوا القلوب ولحفظ آيات الكتاب هقد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلوا الخطوب من قبل أن تجلوا الخطوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعب لماذا تحفظ القرآن وليس كيف تحفظ القرآن كيف تحفظ القرآن بإذن الله سوف نتكلم عنها في الحلقات القادمة ولكن لماذا تحفظ القرآن هذه قاعدة أساسية ومهمة لحفظ القرآن الكريم اليوم إذا بدأت بحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى وبإذن الله عزمت أنك تحفظ القرآن الكريم يجب عليك أن تحدد نياتك حدد نياتك في الحفظ مثلا حق مثلا هدف من أهدافك إذا أنا حفظت القرآن بإذن الله سوف تقرب من هذا القرآن ودائما يكون معي هذا القرآن في بيتي وفي عملي وفي المسجد وفي السيارة وفي كل مكان حيث أن الشخص يحفظ القرآن يجب القرآن يكون دائما معي يراجع ويسمع القرآن يجب عليك أن تقرب من القرآن هذا هدف وهذه نية جميلة ورائعة شخص آخر يريد أن يحفظ القرآن حتى يكون من أهل الله سبحانه وتعالى أهل القرآن هم أهل الله سبحانه وتعالى وخاصته في شخص آخر يريد أن يحفظ القرآن كي يعلم القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أنا قاعد أقول هذا الكلام تحديد النيات لأن في رحلتك مع القرآن و أنت تحفظ القرآن في المنتصف أو في آخر المرحلة أنت تجد نفسك أنك أنت تشعر بفتور أو تقاعس أو ملل بحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى تحديد النيات في البداية يساعدك أنك أنت تجدد همتك وتجدد نيتك وتبدأ مرة أخرى بحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى شخص آخر يريد بحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى وهذه نية طيبة أن يلبس والده تاج الوقار يوم القيامة هذه نيات طيبة وجميلة ورائعة ومهمة أن تحدد أهدافك ونياتك لحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى نحن الآن في موريشاني التي كانت تسمى في السابق بلاد شنقيط اشتهرت موريتانيا و بلاد شنقيط بتمسك أهلها بالدين الإسلامي من زمان و كثرت طلب العلم في هذه الدولة تخرج من هذه الدولة الكثير من علماء هذه الأمة الإسلامية و محققي المتون العلمية و الشرعية بحثنا أنا و إخواني عن موريتانيا وجدنا أن فيها اهتمام بالغ و كبير جدا في حفظ القرآن الكريم و زيادة على ذلك أن الأصل في موريتانيا أنهم يحفظون في القرآن الاستثناء أنه لا يحفظ القرآن لذلك أتينا إلى موريتانيا كي نسلط الضوء على المراكز القرآنية و كيف يحفظون القرآن في موريتانيا في موريتانيا في موريتانيا يسمون حلقات القرآن بالمحضرة و من أجمل زياراتي كانت لمحضرة الرضوان التي التقينا فيها مع نماذج رائع نحن الآن في محضرة الرضوان في موريتانيا نجلس هذه الجلسة الرائعة مع حفظة كتاب الله سبحانه وتعالى كما عودناكم و لكن أنا الآن أجلس مع ابن رائع ما شاء الله عليه و أول ما شدني فيه هو اسمه أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل له نصيبا من اسمه اسمه العلامة محمد فاضل ما شاء الله حاصل على جوائز كثيرة في حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى في موريتانيا و سيذهب بإذن الله إلى الدوحة و يشارك في مسابقات القرآن للصغار هناك بإذن الله أسأل الله سبحانه وتعالى من الآن أن يكون في المركز الأول متى بدأت بحفظ القرآن حبيبنا الألامة كم عمرك بدأت تحفظ السنة السادسة والسبح السادسة ما شاء الله و كم عمرك ختمت القرآن كاملا سنة الثامنة ما شاء الله في السنة الثامنة حفظت القرآن الكريم كاملا و الآن كم عمرك العشر عشر سنوات ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن أسألك في القرآن جاهز نعم ما شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبيس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار ما شاء الله تبارك الرحمن حفظك الله وكأني أسمع المنشاوي ولكنه صغير أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون مثل المنشاوي إن شاء الله قل آمين إن شاء الله يستفيد الناس منك مثل ما نستفيد ونحن كلنا من المنشاوي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل لا خروج من سبيل ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك بيتوا منه فالحكم لله العلي الكبير ما شاء الله حسبك ما هي السورة سورة غاثر ما شاء الله حفظك الله تبارك الرحمن الله يحافظك غير القرآن أنت حافظ كتاب الله سبحانه وتعالى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبته في قلبك ماذا تحفظ غير القرآن تحفظ شيء من المتون المتعلقة بكتاب الله سبحانه وتعالى تقول لنا شيئا من مثل الجزارية مثلا تختار لنا شيئا باب مخارج الحروف مخارج الحروف سبعة عشر على الذي يختاره من اختبر فألف الجوفي وأختها وهي حروف مد للهواء تنتهي ثم لأقصى الحلق همز هاء ثم لوسطه فعين حاء ما شاء الله هذه مقدمة ماذا مقدمة الجزارية ما شاء الله ومقدمة تحفظ يقول راج رحمة الغفور دوم السليمانه والجمزور الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النوم للمريد للنون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهيد الكمال أرجو به أن يفع الطلاب والأجر والقبول والثواب أنا أريد منك طالبا تأتي معي إلى الكويت وتترك الموريتانيا خلاص أنا أحببتك الآن ها يا حبيبي نعم لعب حبيبي الله يحفظك يا ربي طيب وجدت صعوبة في حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى هل كان صعب الحفظ؟ لا بعض الناس يقولون اللي في سنك اللي في عمرك الآن يقولون القرآن صعب لا أستطيع أن أحفظ هل هذا صحيح؟ لا ماذا تقول له؟ يقولون كل جهده في حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى نعم ويصبح نفسك ما شاء الله طيب من شجعك على حفظ القرآن؟ والدي والدي والدك الذي شجعك؟ نعم وبعد؟ أهلي كلهم ما شاء الله على فكرة والد العلامة هو شيخ هذه المحضرة ما شاء الله وشيخ محمد فاضل أنا أقول له هنيئا لك يعني هنيئا مريئا والدك عليهم ملابس أنوار من التاج والحولة أنت الآن حفظت ابنك القرآن وأعلم أن المئات يحفظون على يدك القرآن يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون مثلك أنت طبقت الخيرية التي قال عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه هنيئا لك هذا الابن أنا أقول لكل من يشاهد الآن يعني أنا أتمنى أن يكون في كل بيت في الأمة الإسلامية مثل العلامة هذا الولد الرائع أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه من العين والشر اللهم أمين وأن يثبت القرآن في قلبه اللهم آمين تخيل ابنك جالس عندك في البيت يحفظ القرآن بهذه الطريقة تسمع مننا القرآن بهذه الطريقة الجميلة والرائعة عمره ثمان سنوات حفظ القرآن كريم ما شاء الله الآن عمره عشر سنوات و سيتعلم العلوم كلها شرعية و يصبح عالما للأمة الإسلامية بإذن الله و هو العلامة محمد طارق موسيقى 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 في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعور لو نلاحظ أغلبنا أن الإنسان إذا مرض وأصاب أي مرض كان يطلب شخص حافظ للقرآن يقرأ عليه ويرقيه لأن الله سبحانه وتعالى بيّن أن هذا القرآن هو الشفاء في آيات كثيرة ومن هذه الآيات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ويقول الله سبحانه وتعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء من الذي وعد أن هذا القرآن هو الشافي؟ الله سبحانه وتعالى ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حبيث إذا أصابك أي مرض القرآن هو الذي يشفيك لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا الرقية الشرعية كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرقي الحسن والحسين رضي الله عنهما وأرضاهما وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نرقي أنفسنا سواء بالفاتحة آية الكرسي أو آخر سورة البقرة الكثير من الآيات السؤال الآن ما ذلك الذي يرقي نفسه الذي في صدره كتاب الله سبحانه وتعالى تخيل أنك أنت تحفظ القرآن كيف يطرد الله سبحانه وتعالى عنك المرض والشر أما آن الأوان أن تحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى القرآن فاجر يا أخي مشهود والخير في صفحاته معقود فاحرص على القرآن لا تبخل به فالخير دوما للورى مردود فاحرص على القرآن لا تبخل به فالخير دوما للورى مردود في نحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب وبحضرات ذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب ولحفظ آيات الكتاب هقد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب ولحفظ آيات الكتاب هقد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب من قبل أن تجلو الخطوب في نحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب وبحضرات ذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب